يلاقيكم بقى لبواسط الحالة. لمنظر ده. اعتقد اه كل اللي شاف نبات بيقول ده نبات خلاص جفت اماما ومات. ويعني مفيش حل اللي انا خلاص اخرجوا برا دايرة حساباتي. اقول لك لأ لي حل. وهنشوف كل ده ازاي. اهلا بكم عزائي مشاهدي ومتابعي قناة مهارة زرعية في كل مكان. اه انه هاد ان شاء الله اه هنشوف فيديو عملي اه عن حاجة مفيدة واعتقد ان هي يعني هتنال اعجابكم اه بشكل مرضي جدا. لو انا عندي نبات بدلت اوراقه مسلا تجف وفروعه تجف. اعمل في ايه? يا تلا خلاص كده افقد في الامل? ولا انا عندي حل? طب لو لقيت العملية زرت شوية اعمل ايه? طب تعال اشوف الكلام ده عملي ووريكم بعض النامازج والامثلة واشوف ازاي انا هتعامل معها وازاي ان انا ممكن اعمل انتعاش لهذا النبات واخليه يعيد دورة حياته مرة اخرى. ده نبات مسك الليل. في بعض الفروع جافة تهيت. بعض الفروع جافة تهيت. والاوراق متهدلة. وبدأت في الزبول. واصبحت الحالة بتاعته كما ترون. هل اه ان نبات ده لعلاج? يعني مش هايزين نستعجل. طيب نشوف حالة تانية. ده نبات اخر. ده بنت القنصل. بدأ فيه جفاف بعض الافرة اهيت. تسر. وبدأ هنا تسقط الاوراق. وبدأ يحصل نوع من الزبول. وده انا شايفين كده برضو في جفاف اهوت. طيب اتعامل مع نبات ده ازاي? طيب. يلاقيكم بقى لبواسط الحالة. لما انظر ده. اعتقد اه كل اللي شاف نبات بيقول ده نبات خلاص جافة تماما ومات. ويعني مفيش حل اللي انا خلاص اخرجوا برا داية حساباتي. اقول لك لأ. ليحل. وهنشوف كل ده ازاي. هل اول نتفق على حاجة مهمة? ايه اللي وصل النبات للكلام ده? قبل ما تكلم على ازاي عالك? ايه اللي وصل نبات للكلام ده? حالة اتنين. لو عندي نباتات داخلية او نباتات في مكان مزلل. ممكن هنا الغالب هيكون كسرة المياه. ادت الى زيارة او ارتفاع رطوبة التربة. والتالي نموه مساببات عفان الجزور في التربة. واصابة النبات بالعفان في الجزور. وبالتالي بدأ نبات يدبل وبجدد تجف اوراقه وبدأ النبات يموت لان هنا اصبح الجدر رمع عفن. ما هواش قادر على امتصاص الماء والغذاء من التربة وليه سعادها الى باقي النبات. فيبدأ النبات يزبل ويموت. ده في نباتات الضدل او نباتات اللي هي متربية داخل اماكن مزللة او تحت اشجار آآ كسيرة. واعرف ده ازاي? اولا بتكون قولنا هي بعيدة عن الضوء. نباتات بعيدة عن الضوء. المكان مزلل. تاني حاجة هبص على طول على منظر استيسة عندي. منظر استيس بيكون بالشكل ده حالك شايفين كده? هنا تكون طبقة من التحالب الخضراء على سطح التربة. نتيجة ليه الراجي الزائد. انا جبت لكم كازي ناموزج عشان بس نعرف ما بعد. هنا على طول من غير ما انا احتاج الى استشاري وبدون اي تفكير. ده كده اصابة اعفان جزء نتيجة ليه ارتفاع آآ نسبة الرطوبة في التربة وبالتالي نشاط مسببات اعفان الجزور في التربة. والدليل تكون التحالب الخضراء. ولو سبناها هيبقى هنا طبقة كبيرة جدا بتحالب الخضراء. ممكن اشقطها بايه دي كده. طيب. دي حالة. الحالة اللي احنا قلنا ما يقوس منها ديت. ده نبات. تعرض للعطش. رقم واحد. رقم اتنين. وده برضو سبب انا انا اسف ممكن يكون ما قولتوش في الاول. اه اه لو انا عندي نبات القصيص بتاعه صغر عليه وبدأ النبات ده جدره يكبر ويدرب في التربة. وجيت في وقت من الاوقات نقلت النبات ده من مكان الى اخر على طول يحصل له هذه الانتكاسة. بص حالتك شايفين الجدر بتاعه. طول ايه? ده كان جدر دار في التربة. تمام? القصيص بدأ يصغر لحجم النبات. وبدأ النبات ده يضرب في التربة. فاجي اه اي انسان للاي سبب ما نقل هذا الصيص من مكان الى مكان اخر. بدون دراية. هو طعا عشان انقله ليه ليه طريقة معينة سمات تفطين. دي انا اتكلم عنها في حلقة تانية. المهم نتيجة الكلام ده كله ايه? نتيجة الكلام ده كله وبدأ النبات يتعرض لهذا الزبول وهو يعني بالمنظر اللي انا شايفه ده تقريبا بقول عليه نبات ميت. لكن ان شاء الله مش ميت. ايه بقى انا عندي? لو كان نبات في مكان مزلل زيادة المية هتقدل عفان الجزور هيبدأ يزبول يا جف ممكن يموت. لو مكان آآ النبات مكان خارجي معرض له الشمس او آآ حتى لو غير مباشرة فهنا غالبا بيكون آآ العطش هو سبب فيه جفاف ويزبول الاوراق والفروع وبالتالي النبات يموت او ان النبات نفسه القصيص الصغر عليه بدأ الجدر يطلع برضه وبالتالي بدأ النبات برضه آآ نتيجة اننا قلتم بمكان لمكان بدأ النبات آآ يجف ويموت. طب العلاج ايه في كل الحالات ديت اقول لك تعالى هنشوف مع بعض العلاج. تعالى نبدأ بالحالة الاولى الميقوس منها عشان اديك امل ان شاء الله. دايما آآ نعيش بالامل لو دايما يكون عندنا امل في آآ دايما مستقبل افضل. آآ النبات ده لما انا اجي ابصده كده للوحلة الاولى بقول النبات ده فعلا خلاص طيبا جف ومات وآآ يعني اصبح ميقوس منه. لكن لها ان شاء الله آآ ما فيش آآ يأس مع الحالة. آآ تقولي ازاي اقولك بص شايف حدك النبات ده كده تعالى على الساق فقاسية. وعمل عمية كشت بدوفر صباعك. في اللحاء الخارجي بتاع الساق. لو كان لي فيه لسه لون اخضر. واضح. يبقى النبات ده لسه فيه حقيقة. آآ انا عشان ما طولش في فيديو على حضراتكو آآ كسبة الوقت. ده النبات اللي كان آآ كل اخصان وجافة. انا قصتها من هنا كده. تمام? ادي مكانها. انا قصتها كلها. تمام? ده مكان الجزء اللي كان لسه فيه نوع من الخضارة هوت. ده مكانش ما تفكرش اللي انا آآ يعني جايب حاجة تانية. تمام? آآ آآ وقصت النبات بالشكل ده. انا هنا قدي جزء اللي انا كنت قاشته. مكان الكاشته هوت. كان فيه خضار. وانا قصت من هنا برضو لسه حالك شايف الجنون الاخضر اهوات موجود. طبعا عندي كده كده خضرة. فاصبح الجزء ده شغال لسه في النبات. المرحلة بعد كده هعمل عملية تضوير لهذا النبات وهشوف في دوقتي الطريقة ازاي. هدوره فيه اناء اكبر شوية. طبعا نتكلم على. حالة تانية. لو عندي نبات بالشكل ده فيه بعض الفروع بدأت. آآ آآ تجف وتموت. وفيه بعض الفروع بدأت فيها نوع من الزبول. انا اتعاني مع النبات ده ازاي? بس برضو النبات ده مشكلته انه الجدر بتاعه كان برضو اكبر من حاجة من الاناء وبالتالي آآ اصبح الاناء ده محتاج يتغير. هاجي هنا برضو على اول حاجة هعملها. هاجي على كل الفروع اللي جافة واتخلص منها. اهي. تمام? ادي برضو ده بفرق جاف. هاجم الاساس بتاعه واساس بتاعه كله ناشف هو. هاجم هنا واقصه. تمام? هنا برضو في جلس جافة هوت. هبدأ هنا فين مواد خضرة طلعة. شايفة? هاجم من فوق منها على طول واقص. ده برضو. كده الفروع دي كلها تقيبا كويسة معادة بس في زبول بسيط فوق. الزبول ده اعمل في ايه? هاجع هنا على قمة النبات واعمل كده عملية تطويش لجزء اللي هو في آآ زبول. اهو. طبعا هنا بسهولة جدا اعمل بالطريقة دي. هنا برضو بلاحظ هنا في جزء بجافه دي برضو كويس انا قلتها. في جزء جافة هو. اي نباتة عندك هتلاقي فيه جزء كده بدأ يجف. الجزء ده لو سبته هياخد الجزء ده كله يموت. بيسموه موت راجعي. هياخد النباتة من فوق لتحت كده في الجفاف بتاع الخلايا والموت. فانا باجي اسفل هذا الجزء اللي جاف. وبحوالي سانطة او اتنين سانطة واقص في الاخضر عشان اعمل مع مية تحبيس. واوقف هذا الموت الراجعي لان ده مرض بيصيب النبات. نتيجة برضو للاجهات او العامل الجوية الغير مناسبة زي مسلا خروج الجدر برا الاناق او او غير. كده اصبح النباتة عندي تقريبا ما عادش فيه حاجة جفة خالص. بعد كده ااخد الجدر ده. همسوك واقصه من هنا كده. وبعد كده هعمل عملية تدوير لهذا الاناق في اناق اكبر شوية. الحالة بقى التالتة المهمة اللي انا عايز اتكلم عليها واللي ازاي اعالجها اللي هي اه اه زيادة الميا في النباتات المتربية في اماكن مزللة او اماكن داخلية. اه زي نباتات البوتوس والديفن باقية وغيرها. نتيجة لزيادة الميا بيحصل عافا اه للجزور وبنعرفوا من التحالب الخضر اللي تكونت على سطح التربة. طبعا اول حاجة بعملها برضو بتخلص من الاجزاء الجافة. ولازم اقص في الاخضر. لازم يكون كده شايف الاخضر يظهر عندي. ده جزء جافة هوت هشيله. بجيبه هنا من الاساس. ما سيبش اي حاجة خالص. ناشفة. تمام? برضو ده هنا جزء بدأ يجيب فهوت هابدأ هنا هاخده. شوفها داك هنا ضمور. اهو. ده ضمر واسفر. هاجة هنا من تحت الناشف على طول وهاخد. افادي البرع من الاخضر ده واقص. اصبح هنا اصف الاخضر اهوت شايفين الجزء ده اخضر اهو. تمام? كده اصبح فيه برضو هنا جزء اهوت هشيله. اصبح كده النباتة عندي جاهز. طب اعمل ايه? برضو اه 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 الافضل هدايا برضو بلاحظة ان هي فيه بعض الجدورة هي خارجي برا الاناق برضو محتاج بلا تدوير. لكن قبل التدوير مهم جدا ان انا اتخلص من الطبقة. اللي هي اه التحالة والخضر اللي تكونت على سطح الاناق. بقى اعمل لها عملية قشط باي شيء. يا اما بايدي يا اما باي حاجة حادة نشفة او بعصاية زي كده. ابدأ اعمل خربشة لسطح التربة بالطريقة دي كده. بحيس اتخلص من الجزء الاخضر ده خالص لاني ده عبارة عن تحالب وفضليات مسببات للتربة. مسببات لأمنات ده تربة. بعمل كده. وابدأ اتخلص من هذا الجزء ده. ان انا افضيه في اي مكان. اصبحها التربة عندي كده تقريبا نظيفة ما عادش فيها اي لون اخضر اللي هي التحالب خطر. بقى كده اعمل عملية التدوير. بس ده بعد التدوير لازم ادي اي مبيض فطرة عشان اوقف عفن الجذور اللي حصل في الجذور عشان انا بات ما يموتش مني. ما ينفعش انا باد ادوره واسيبه لاني بقى فيه مسببات مرضية موجودة في التربة. هتسبب لي عفن جذور وممكن يكون الجذر اصلا بدأ يعمل عفن. فانا هيعالج الجذور ديت وبحيس ان كمان الجذر اللي يطلع جديد في الجزء اللي انا هكوينه في التربة الجديدة يبقى سليم بدون اي اسابات. فهنا بحضر اي مبيض فطري لعلاج الجذور واعمل اه ساقي به. اه زي ريزوليكس مسلا لو ما عنديش خالص ان هجيب ارس اسبرين ادوبه في لتر مية. واسقي به ان لبات. كده اه انا متطمن ان شاء الله مش هيحصل اي مشكلة. ممكن بعد بعد الارس اسبرين ده. بعديها بحوالي خمشة اليوم او عشرة ايام. اه اخد اه معلقتين كبار خل في ميتين سنتيمية. وازقيهم برضو لنبات برضو هنا يا سعيدي جدا على التخلص من عفن الجذور. كده يبقى انا تممت موضوع العلاج بتاع الاعفان. وهننتقل بعد كده بقى ازاي انا هعمل عمل عملية تدوير لنبات بسرعة عشان نكسب وقت. اه نشوف بقى ازاي انا هعمل عملية تدوير لآآ النبات ده من اصيص صغير الى اصيص اكبر حجما. طب تقولي اه الاصيص ده لازم يكون جديد اقول لك انا جايب لك تدوير معي عملية. لازم استخدم اي حاجة موضة عندي. بس كل حاجة لها طريقة. يعني ده اساسا اصيص موجود عندي مستعمل انا عملت ايه? عملية غسيل. حصلت كويس جدا. وبعدين جبت آآ شوية موية حاطتت فيهم آآ شوية كلورسويري خالص. وشطفت بيهم هذا الاناق كويس جدا. وبعدين شطفت بمية عادية. عشان لو كان فيه اي مسببات مرضية قديمة. آآ مسببات عحوان الجدور. يبقى انا كده اتخلصت منها بيق الكورور او طهرتها بيق الكورور واصبح عند كده الاناق مطهر كويس جاهز لي زرعا. طبعا نشوف بسرعة ازاي هعمل عملية التروير. هاجيب عند التربة العادية. وابدأ احط مجموعة او آآ بعض من التربة في قاع الاناق بالطريقة دي كده. تمام? وبعدين اطلع الاناق ده. النبات ده من الاناق بتاعه القديم. وآآ تقول ازاي? اقول لك بص ده من هنا ديق ومن هنا واسع يعني مسلوب. هابدأ اكفيه كده على ايدي وخبط خبطين تلاتة جامدين هيبدأ آآ آآ التربة بالجزور تسقط تحت بالنبات ويبدأ النبات يطلع معي بسهولة جدا. لو ما انكنش كده ممكن اخبطه على اي حاجة معي. فهابدأ بس كده اجرب بشوف. انا ساند كده نبات بيده هوت. وابدأ اعمل كده. طلع عندي نبات هوت هعمله كده. خفش خالص. هو هنا طبعا لو لو التربة دي تطنية تقيلة ومتماسكة. هيطلع معي كتلع بعضها. ولو هي برضو رملية خالص وعملة آآ آآ التربة الرملية فيها ميزة ان الجدور بتتكون فيها بشكل كتير جدا. بتبقى الجدور اللي فيها كتير جدا. فبتتعمل تماسك فيه التربة الطينية الرملية. او البيتموس. وبيطلع معي كتلة كأنه آآ كتلة واحدة. بيبقى بنفس آآ شكل اناء بالزبط. وبيطلع معي كده كأنه انا باسمه بالزبط. لكن دي عشان تربة طينية خفيفة شوية آآ آآ رمل على طينة. فبقى تفككت. لكن انا عملت عملية كابس لي التربة الموجودة بقي على حوالي الجدور. ما تخافش خالص. وابدأ احطها هنا في الاناء. بالشكل ده. وابدأ اكمل تربة عدية. وابدأ اكبس حوالين النبيات كده. طيب. كده النبات اصبح جاهزة عندي. لو النبات ده قلنا كان معارض فقط بس لي الجفافة في نتيجة العطش. او نتيجة لي ان الجدر آآ الاناء صغير والجدر خارج ببقى الاناء. فانا هنا آآ بعد بعمل تدوير بعمل راي فقط. وضع النبات في مكان المخصص لي. لو كان النبات زي ده اللي كان آآ في ظل آآ او مربي في منطقة مزللة. وآآ حصل له عفن جدور. واتكون تحالب. قلنا بشير التحالب. وبعد كده لازم اعمل عملية معالجة به. قلنا آآ ارس ازبرين في لتر مية واديهم للنبات بعد ما دورتوا بالطريقة دية. وبعد عشر تيام آآ ادي له آآ معلاء او معلاءتين خال في مئتين سنتيمية وابدأ برضو اروي لهم النبات ده. آآ خالي طعام مخفف طبعا ما بيكونش مركز. وكده موضوع يكون انتهى وبكده وصلنا الى نهاية الحلقة اللي شفتم فيها ازاي انا اعالج النبات عندي حتى لو فقطت الامل فيه لا حتى لو انا اعتقدت ان هو مات لكن الله ان شاء الله يدينا حكمة ونتعامل مع كل الشيء بالصبر وناصر الى ما نتمنى. شكرا لحسن استماعكم وإلى لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.